اشتركوا في القناة بالعودة بدنا حلل كمصريين بدنا حلل وجودنا هنا في المقيم حسن عباس من العراق عمره 21 سنة فاتت تنظيم داعش عام 2014 وقتها كنت مع اهلي بعدين تعرفوا على واحد مصري بعدين اهلي زوجوا زوجوني ايا كان عمري 11 سنة كان صح الحياة شوي صعبة كل شيء يعني كنا مثلا نبسزوني يعني كما كانت فيه لا حرية وليش يعني يعني كما انا كانت صغيرة يعني اشو ذنب يعني ازوجت واحد مخاجره انا اسمي زكية انا تيجي من المانيا وفي سوريا تيجي قبل 8 سنة اجلست امتتاج 3 سنة بعدين خرب وتيجي هون في مخيم بالمخيم انا 5 سنة ما اهب ولا شيء اصلا انا زوجتش غلط الرجل وهو جابتلي هو شغل بالتركية هو قال تيجي بالهوليدي في تركيا انا جايت مع بنات قبل 8 سنة من هات وقت ما شوفت امي ما شوفت ولا احد من الام تيجي من سوريا وما ارجعت ابدا ايه انا خالت بس اسكت خلص هو غير هو غير في الالمانيا اهلاك غير وبعدين بالسوريا تيجي غير يعني بس اسكت نسوان مرع ما في حق ولا شيء ولا يكي ولا شيء حتى انت دعيش هيك انا ما هو بالسوريا اجلست حمس شهر بعدين هو ماتت تيجي بعدين ايه لازم انت دايش هيك مرع ممنوع اجلس بي دون في مادافا اذا اجلس بالمادافا وما انتبه على نسوان لازم كل شيء لحال ساوي وممنوع اسلن اطلاو انا لازم دايمان داور الواحدة هي انت زوج مشان هو مساعدة يعني انت لازم اذا بدي او ما بدي هون خليك لازم حتى انا هيك اسنين مرة عندي كولاد ايه عندي اولاد ايه عندي اولاد اش قد عملك؟ انا عندي همسة اولاد هذا صغير هذا ثلاثة جيب هون سبعة حمسة واربعة بالسوريا كان عمرة 14 سنة اسمه وكنت ادرس هون وهيك يعني اول ما جيت هون يعني كمان كان كليسة اخاف عن نسوان وهيك يعني كان عندنا حجاب وهيك يعني كان اصلا ما غصبا عني يعني في داعش انه لبس الحجاب والنقاب وهيك يعني اشياء يعني هلا يعني الحمدلله في يعني ما في حد يحكي معانا من كنا في داعش كان شفنا كثير ظلم كان في ناس كثير راح وضحايا ما كان لهم ذنب ولا شي يمسكوا اي واحد من براي يعني يعني يقتلوا وقلونه كافر كانت شديد حال صعب يعني حتى قتلوا يعني في اطفال يعني تحت السنة ال 18 قتلهم لشنوا يعني عن البرات يعني التنظيم وهيك يعني قتلهم يعني ابرية عملهم ذنب يعني في كثير ناس راح ضحايا يعني شفت مرة بس بالرقب كان عم يقتلوا واحد يعني قصول وراسه عن الدوار ما بابا بذكرش اسم الدوار الوقت اللي شفت هذاك المنظر اهلمت يعني لسقد ما اضلت الفكرة بالي يعني هذا الزل ما قالوا عنه بريء وعن من ظلمه وما بعرف شو يعني حادث كثير معقف يعني شفنا كمان يعني تسموه مصدارات وما بعرف شو فيديوهات ومعدهم حتى حقوق الانسان وشفت فرق كبير يعني يعني ما تقول ليش متنحجابوا هاي يعني شفت فرق برما بينهم وما بين يعني الأكراد يعني شفت فرق برما بينهم ومشان هيك يعني شفت كيف كانوا يتعاملهم مع النسون والأطفال شفت هون كيف يتعامل مع الأطفال يعني شفت فرق كبير وعرفت ان يعني هذا كان أكثر غارب من هون ما شفت أول شي هون ما في مرة ما في ديموكراتي مثل هون وفي ألمانيا أبدا أنا في ألمانيا مثل أبو وأمي تربية يعني ما في درب ما في أقتل ما في إكرا إذا في هجاب ما في هجاب غير فكر كوشي فكر بس هات أضرب أقتل كيف صوي الظلم ما في شي خير أبدا نحن كفار دايما هك أنتم كفار أنتم ومسلمين هم درب هم كل شي حتى بنات بنات أنا بنتي هاي تسا سنة شو يوجد تيجي واحدة روسية ما بلور تريد أقتل أدفار شو هات أنا بعدين جابت أسايش هم قال أنتي كافرة ليش جابت أسايش هاك أبين لازم جيب أبدا أبدا كافرة كافرة وصح كلامي كو أنا داخل تعرف أصلا هم هادول شو مشكل جهد أنا ما أنت مشكلة لما أكراد أبدا أنا دي مشكلة لما نسوان جوا المخيم أنا كمار أنا حتى قبل همس شهر هم تيجوا مئتين نسوان اللا واحدة طورت أقتل أنا ليش بشأنني كما رجال هيك أنا هاي قادي تعرف يا حدي عندهم لا هرام هاد هرام هاد ما يصير هاد ما يصير هاد ما يصير ومين تيجي مساعدة أنا أكراد أنا 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 أتمنى أنه يعني الحكومة العراق طالوا فيني لأنه يعني صعب أهل يطالبوا فيني لتركيا يعني مثل إذن العراق ممكن يعني أتمنى أنه يطالبوا فيني وهي أصلا في ألمانيا في بلدي أنا سويت كبير غلط تسمع كلام زوجي أنا بدي بس أطلا من هون وبيدي حياتي مثل قبل بدي شوف أمي أخي أختي تبا تبا ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة